بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الفصل الثاني في الفائدة المركبة. استكمالا لامثلة اللي موجودة عندنا. طيب نيجي بقى احنا كنا بنحل ومباشر خلص الفيديوات الفيديوات. نحن نشوف ايه اللي ممكن يطرق علينا من تعديلات في المسألة. قلت هي فكرة وحيدة في المركبة ان يكون في اكثر من فترة داخل السنة. ايه وجدت كيمة حالية? لان ده نكمة الاسمية اتناشر الف. يستحق بعد عشر سنوات واربع شهور. طيب دي سهلة دي هنكتبها عشر سنوات واربع على اتناشر. يعني عشر سنوات واربع شهور على اتناشر. ليه عشر سنوات وتلت يعني. وزاق معدل فايدة مركبة اربعة في المية كل اربع شهور. اه نقف بقى وقفة جامدة اوي في المسألة دي. ايب اربعة في المية كل. كلمة كل دي جديدة علينا كل 4 شهور يعني ادي السنة هي ادي اول 4 شهور من شهر 1 لاخر شهر بعد 4 شهور لاخر شهر 8 لاخر شهر 12 هل يمقسم السنة الى 3 اجزاء او الى 3 فترات طيب كل 4 شهور من دول ليكو 4% يعني انت مجهز للمعدل ايوه يا بديه معدل حقيقي ليه عرفت كده لانه قال لي كل 4 شهور كل 4 شهور كل 4 شهور الفترة دي بتتحسب لها 4% الوحدة طيب بس الان دي مش جاهزة 10 سنين و4 شهور دي لسه اللي هي 10 زائد 4 على 12 دي اللي هي بالقال حزبة الدين 10 33 انا بتعامل دخل السنة 3 مرات يعني في السنة الوحدة انا بتعامل مع البنك 3 مرات يبقى في العشر سنين و4 شهور دول اتعاملت كم مرة اروح ضربها في 3 يبقى اتعاملت مع البنك 31 فترة طب ليه دكتور تامر ما اسمتش الاي زي كل مرة لانه مديني الاي جاهزة اعرف منين انها جاهزة لو قال لي لكل 4 شهور او كل مش لازم 4 شهور يعني ممكن كل 3 كل 6 حسب يعني مدام قال لي كل او لكل يبقى مجهز لي الاي يا جماعة زي ما كون عندي 3 ابناء كل واحد فيكو يا جماعة ليه 4 ريال مثلا يبقى خلاص انا مجهزهم اولا طلع 12 ريال خدوا يا جماعة 12 ريال ليه كنتو التلاتة يبقى لسه هنقسمها لما قول 12 ريال لمجموع السنة يبقى كله لسه هنقسم لكن خدوا اروح مطلع 4 ريال 4 ريال 4 ريال 4 ريال ومدي كل واحد في ايده بقى انا كده جهزت للسنة الاي بتاعته يبقى ساعات الاي ما بتتقسمش اذا كانت جاهزة لو قال لي كل او لكل ونرجع للقانون بتاعنا المباشر خالص بس طبعا الاي بتاعتي ما بقتش الاي ولا الاي بتاعتي سوري هي الاي اللي هي 4% لكن الاي بتاعتي ما بقتش الاي لانها اتضربت في ثلاثة يبقى كده كده الاي لازم هتتضرب في الفترات ولكن الاي ممكن ما تتقسمش طب هل الاي ممكن ما تتضربش في الفترات الا اذا قال لي ان الاي اسمها فترات وليست سنوات ومن هنا نلاقي القيمة الحالية بعد الحسابات بالالحزب او بالجدول تطلع تلات تلاف تلتمية سبعة وخمسين طبعا القيمة الحالية تبقى اقل من الجملة لان دي طبعا بنحصل عليها بعد الخصم طيب مثال كمان بقول يحسب القيمة الحالية برضو عايز ايه لدين قيمة الاسمية 100000 دولار يستحق بعد خمس سنوات وست شهور خمس سنوات ونص يعني خمس سنوات ونص ممكن تكتب خمسة ونص كده من الان على اساس معدل فايدة سنوي اسمي اهو الهالي اسمي يضاف مرتين يا سلام مسألة جاهزة الله ده بيتضاف مرتين يعني لسه ده مش جاهز يبقى الاي هتتقسم على اتنين والان هتتضرب في اتنين خلاص كده بص هي دي الفايدة المركبة عرفت تضرب في ايه وتقسم عليه خلاص خلصت اي مسألة بشهولة يبقى عندي الاس جاهزة الان طبعا خمسة ونص سنة اضربها في اتنين بقت حداشر فترة والاي كانت تمانية اهدت تمانية ده دول السنة كلها لا يا عمي انا بتعمل مرتين في السنة يعني بعدي على البنك ده مرتين في السنة كل مرة تاخد من التمانية اربعة في المية لان السنة كلها بتمانية في المية يبقى اذا الان بتاعت اتغيرت والاي بتاعت اتغيرت نرجع للقانون المباشر الجميل بتاعنا بتاع القيمة الحالية نقول مية الف في واحد على واحد زائد اربعة من مية وليس تمانية قصة احداشر وليس خمسة ونص يدينا القيمة الحالية طبعا هما كانوا مية الف بقى القيمة الحالية اربعة وستين الف تسعمية تمانية وخمسين واثناشر من مية يبقى كده احنا عرفنا لو في فترات داخل السنة بس هي دي الرياضة المالية جماعة المركبة لو في انا بتعامل مع الان على انها فترات فلو في فترات اقسم الاي لو مش جاهزة واضرب الان الاي جاهزة يبقى خلاص خلص الموضوع وان شاء الله نلتقي في فيديوهات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله